وصلت إلى ميناء العقبة باخرة نسر الحرية تحمل على متنها 47500 طن قمح ممولة بمنحة مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 25 مليون دولار وشاركت السفيرة الأمريكية في عمان أليس ويلز ووزيرة صناعة والتجارة مهل علي في استقبال الباخرة التي تحمل الشحنة الثانية والأخيرة من منحة القمح الأمريكية التي حصل عليها الأردن من خلال وزارة التجارة الأمريكية وبرنامج الغذاء من أجل التنمية بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليون و100 ألف دولار وبمجب المنحة ستستفيد الحكومة من عوائد بيع القمح لتمويل مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والصادرات الزراعية ترجمة نانسيينة